كثير من الناس اذا اعطاهم احد او اشتروا هاردسك او فلاش ميموري جديد اول ما يفتحونه ويحاولون انهم ينقلون ملفات من الفلاش ميموري او الهاردسك الى الماك راح تنقلوا بدون مشاكل لكن العكس لو انقلوا ملفات من الماك الى الهاردسك او الفلاش ميموري ما يقبل ويعتقدون ان المشكلة في الماك في الحقيقة ان المشكلة هو نظام فرمتة الهاردسك او الفلاش ميموري وعشان تتأكد منها رأي تكلك على الهارد ديسك أو الفلاش ميموري واختار get info فالآن نظام الفورمات المستخدم هنا هو windows int file system وهذا محتكر من مايكروسوفت مثل ما نظام ملفات الماث أو نظام فرمتة الماث محتكر من نظام الماث ولا يشتغل على نظام مايكروسوفت إلا ببرامج خارجية عشان تحل المشكلة هذه كل اللي عليك أن تتقفل الشاشة هذه الآن ونروح نفتح disk utility فالآن من اليسار نختار الهارد ديسك أو الفلاش ميموري اللي شبكناه ونضغط على erase فمن هنا نقدر نغير الاسم ومن هنا نحدد نظام الفورمات فأول خيارين خاصين بالماك فلو فرمتتهم باستخدام هذين النظامين ما راح تقدر تستخدمهم على الويندوز الخيار الثالث هو MS-DOS FAT فهذا هو النظام المعروف FAT32 ويشتغل على الماك والويندوز واللونيكس وعلى أغلب الأجهزة لكن أكبر حجم للملفات هو أربعة جيجا فقط فما راح يفيدنا لو كنا بنقل له أفلام كبيرة لكن الخيار الثالث اللي هو EX FAT فهذا يشتغل على الماك وعلى الويندوز من بعد الويندوز XP ويقبل أحجام ملفات إلى حد التيرا بايت فلو اخترناها الآن تحت من Scheme نختار Master Boot Record عشان يشتغل على الماك وعلى الويندوز الآن نضغط على Erase فراح يمسح كل الملفات عشان كذا أنصحكم أنكم قبل لا تعملوا عملية هذه أنكم تنقلوا الملفات الموجودة في الهارد ديسك أو الفلاش ميموري الآن نقفل للدسك يوتاليتي الآن لو فتحنا الهارد ديسك أو الفلاش ميموري وحاولنا أن ننقل لها ملفات من الماك راح يقبلها وعشان نتأكد أنه يشتغل على الويندوز نروح الآن ونضغط Right Click ونختار Eject عساس أنه نشيل الفلاش ميموري من الماك ونروح للويندوز الآن لو رجعت شبكة الفلاش ميموري فنستخدم Bareless Desktop فراح يعطيني خيار أني أشبكها على الويندوز مجرد أني اخترته الآن لو رحت إلى This PC أو My Computer فالأنظمة السابقة وفتحت الفلاش ميموري فالآن أقدر أقرأ وأنقل الملفات أيضا عن طريق الويندوز أتمنى يكون الشرحة أعجبكم يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم وفتحت الفلاش ميموري من المساعدات أيضا عن طريق الويندوز